في هذه الحلقة سنتابع معكم شرح باب اللامات من منظومة المقدمة الجزرية ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا فماذا قصد إمامنا بن الجزري بهذا البيت وما هي المواضيع التي تعرض إليها لتعرفوا التفاصيل تفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد في البداية إخواني الكرام عندنا تنويه مهم كل الصور الثابتة والمتحركة في برنامج الشرح الميسر مستخلصة من دروس فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إذن قال الناظم رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا فحروف الاستعلاء سبعة أحرف هي خصضاط قض يتصعد فيها الصوت إلى قبة الحنك الأعلى وهي مفخمة دائما فانظروا الآن إخواني الكرام إلى هذه الصورة وفيها حرف من حروف الاستعلاء وهو القاف ولاحظوا كيف يتجه الصوت إلى فوق يستعلي يتجه إلى قبة الحنك الأعلى جربوا أن تقولوا أقو أقو قا قو هكذا فالصوت يتجه إلى قبة الحنك الأعلى في القاف وفي بقية حروف الاستعلاء السبعة أما في الحروف المستفلة فلا يتصعد الصوت إلى قبة الحنك الأعلى إنما يكون الصوت نازلا جربوا مثلا أن تقولوا أك ك ك ك هكذا فالكاف مثلا من حروف الاستفال إذن قال الناظم وحرف الاستعلاء فخم فالحرف المستعلي إخواني الكرام حقه التفخيم الاستعلاء حق ومستحقه التفخيم فما هو التفخيم تقدم أن التفخيم لغة التعظيم واصطلاحا هو سمن يعتر الحرف فيمتلئ الفم بصداه وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك وهو مستحق الاستعلاء فانظروا الآن إخواني الكرام إلى هذه الصورة عندنا حرف مفخم هو القاف أولا لاحظوا كيف أن لسان المزمار راجع باتجاه جدار الحلق فالحلق متضيق وعندنا هنا اللسان متقعر فهذان العاملان إخواني الكرام يدفعان الصوت باتجاه قبة الحنك الأعلى لاحظوا هذه النقاط التي ترونها تعبر عن اتجاه الصوت إلى فوق طيب الآن تصعد الصوت إلى فوق ما الحاصل هذا الصوت إخواني سوف ينعكس هذه الدوائر أنصف الدوائر التي ترونها تعبر عن انعكاس الصوت فهنا يحصل التفخيم إذن تضيق الحلق واتجه الصوت إلى قبة الحنك الأعلى ما الحاصل سينعكس وله صدى وله رنين هذا الرنين هو التفخيم والتفخيم إخواني الكرام هو مستحق الاستعلاء التفخيم نتيجة نتيجة لماذا لسبب هو الاستعلاء فإذا تصعد الصوت إلى فوق إلى قبة الحنك الأعلى حدث التفخيم تلقائيا عندنا سبب هو الاستعلاء وعندنا نتيجة هي التفخيم ثم قال الناظم واخصصا لطباق أقوى واخصصا هذا فعل أمر الألف في آخره منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة وأصله أخصصا حيث كانت العرب تبدل نون التوكيد الخفيفة عند الوقف ألفا وقد نص على هذا أئمة اللغة ومنهم الإمام بن مالك في الألفية حيث قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا فإذا أردنا أن نقف على نون التوكيد الخفيفة نبدلها ألفا مثلا نقول أكتبا نقف عليها أكتبا أو اذهبا اذهبا وهكذا ثم قال لطباق أقوى لاحظوا كيف قرأناها إخواني قلنا لطباق هكذا ولم نقول الإطباقة فالإطباقة أصله الإطباقة نقلت حركة همزة القطع إلى اللام ثم حذفت واستغني عن همزة الوصل لتحرك اللام وذلك لإقامة الوزن الشعري فكما ذكرنا أصله الإطباقة هذه الكسرة التي ترونها على الهمزة نقلت إلى اللام فصلنا نقول لطباقة ثم استغني عن همزة الوصل في البداية لأنه لم يعد لها داع فاللام صارت متحركة فصلنا نقول لطباقة فنحن عمليا استغنينا عن حرفين الحرف الأول همزة الوصل والحرف الثاني هو الهمزة التي نقلت حركتها ثم حذفت إذن نقول هكذا وخصص لطباقة أقوى لاحظوا لطباقة أقوى فهذا هو الحاصل عند قراءتنا لهذا المقطع من هذا البيت فالمقصود بقول الناظم وحرف الاستعلاء فخم وخصص لطباقة أقوى أي فخم كل حروف الاستعلاء وخصص الحروف المستعلية المطبقة بزيادة تفخيم فأولا إخواني الكرام دعونا نتذكر ما هو الإطباق فالإطباق كما مر معنا في الصفات هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى وحروفه الصاد والضاد والطاء والضاء عندنا هنا في الصورة مثلا حرف الضاء فلاحظوا كيف أن الصوت منحصر في هذا الحيز بين اللسان والحنك الأعلى جربوا أن تقولوا مثلا أض أو مثلا أص أض أط إذن في كل هذه الحروف إخواني الكرام في الحروف المطبقة الصاد والضاد والطاء والضاء ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى الآن نعود إلى قول الناظم وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصى إذن فخم جميع حروف الاستعلاء وخصص حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والضاء أخصصها بتفخيم أقوى ثم مثل لنا بقوله نحو قال والعصى هنا إخواني الناظم رحمه الله قارن بين حرف مستعل مطبق وحرف مستعل منفتح حروف الاستعلاء المطبقة الصاد والضاد والطاء والضاء يمثلها هنا في هذه الصورة حرف الضاء وحروف الاستعلاء المنفتحة هي الخاء والغين والقاف يمثلها هنا حرف القاف كما تلاحظون في هاتين الصورتين في كليهما الصوت يتجه إلى قبة الحنك الأعلى لأن كليهما حرف من حرف الاستعلاء لكن الضاء كما ذكرنا تتميز بانحصار الصوت إذن في الضاء صفتي قوة الاستعلاء والاطباق أما في القاف فصفة قوة واحدة هي الاستعلاء ولذلك قال الاطباق أقوى إذن نقول الحرف المستعلي المطبق أقوى وأشد تفخيما من الحرف المستعلي المنفتح إذن إخواني الكرام عندما قال الناظم نحو قال والعصى قارن مقارنة صحيحة بين حرفين مفتوحين وكل منهما بعده ألف قال والعصى فلا تصح مثلا المقارنة بين قو وبين صى مفتوحة فلابد أن تكون المقارنة إخواني مفتوح مع مفتوح مثلا أو مضموم مع مضموم وهكذا يعني يجب أن تكون الحالتان متماثلتان فاختياره رحمه الله هنا لهذين المثالين هو اختيار دقيق جدا للمقارنة بين حرف الاستعلاء المطبق وحرف الاستعلاء المفتح الآن أيهما أفخم قال أم العصى طبعا بالتأكيد العصى لماذا كما ذكرنا لأن فيها صفتي قوة وهي وهما الاطباق والاستعلاء أما كلمة قال ففيها صفة قوة واحدة هي صفة الاستعلاء إذن أيها الكرام حروف الاستعلاء السبعة قسمان القسم الأول مستعلية مطبقة وهي أربعة أحرف الصاد والضاد والطاء والضاء والقسم الثاني مستعلية منفتحة وهي ثلاثة أحرف الغين والخاء والقاف فحرف الاستعلاء المطبقي أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح لماذا؟ لأن في الأول صفتا قوة وفي الثاني واحدة وفي الثاني واحدة نحو ضامر أشد تفخيما من غالب فرغم أن كليهما إخواني الكرام الضاد والغين في هذين المثالين كلاهما في أعلى مراتب التفخيم مفتوح بعده ألف إلا أن ضا أشد تفخيما من غا لماذا؟ لأن فيها صفتا قوة الاستعلاء والاستفال أيضا وطور أشد تفخيما من وقوم وكذلك ضيزا عظيم أشد تفخيما من قيل وغيض وخيف فمن هذه الأمثلة إخواني الكرام نستنتج أيضا أن حرف الاستعلاء المطبق ولو كان مكسورا إلا أنه يبقى أقوى من حرف الاستعلاء المنفتح إذن وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا فهذه هي الثمرة العملية للإطباق ثمرتها زيادة في التفخيم إذن ثمرة الاستعلاء التفخيم ثمرة الإطباق زيادة في التفخيم وهكذا إخواني الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نشرح قول الناظم رحمه الله وبين الإطباق من أحطت مع بسطت والخلف بنخلكم وقع وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا